مع بدء التحضيرات لجولة جديدة من المشاورات تعود الأمم المتحدة لإعادة المسار السياسي المسار الذي غيب طويلا هذه المرة تقول مصادر مقربة من المبعوث الأممي ولدي الشيخ إن الجولة الجديدة ستكون للتوقيع على خطة السلام التي طرحت سابقا وليس للدخول في مرحلة أخرى من المفاوضات وبينما يسعى المبعوث الأممي لإنجاز جولة إقليمية بشأن مشاورات السلام المتوقفة منذ مطلع أغسطس الماضي متزال التحركات الدولية تجد أن الأفق لن يكون واضحا ما لم يكن الحل السياسي قائما على المرجعيات الأساسية منها قرار مجلس الأمن 1216 السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي دعا للتوصل إلى صيغة حل سياسي وفقا للمرجعيات تلك وأكد موقف بلاده الداعم لشرعية الدولة ومساهمتها أيضا في إعادة إعمار ما أنتجته الحرب وفيما تبدو الأنظار عائدة إلى الدخول في شكل جديد من المشاورات أكد السفير الأمريكي ماثيو تولير استمرارية الإدارة الأمريكية في دعم اليمن وشرعيتها الدستورية لتحقيق متطلبات السلام ومجالة التعاون القائم بين البلدين مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله كان أيضا حاضرا في اللقاء الذي جمع الرئيس هادي مع السفير الأمريكي حيث بحثا سبل دعم واستقرار اليمن سياسيا وأمنيا الصيغة الدبلوماسية والتحرك الجديد لم يقتصر على كل من السفير الأمريكي والصيني فمن جانبه عبر السفير البريطاني أيضا عن دعم بلاده لليمن حكومة وشعبا وذلك لتحقيق تطلعات إرساء معالم السلام المنشود يعود المشهد مجددا إلى الوقوف أمام تحديات طريق السلام في اليمن وفيما تبدو ملامح الطريق السياسي غير واضحة ما تزال التحركات الدولية تمضي في دعم واستعادة وجود الدولة